يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه سيقوم يوم غد الاثنين الموافق للخامس من شهر سبتمبر الجاري بزيارة إلى موسكو يجري جلالته خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة تتناول العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجلات إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية رافقت جلالة الملك المفدة السلامة في الحل والترحال علاقات اتسمت بالتفاهم والتوافق في وجهات النظر جمعت مملكة البحرين بجمهورية روسيا الاتحادية ففي الأونة الأخيرة وفي ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحرك روسي ملحوظ على الصعيد السياسي والدبلوماسي والعسكري واهتمام خليجي على نحو خاص بالدور الروسي كان لمملكة البحرين موقف إيجابي معلن في الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك حفظه الله إلى موسكو في العام 2008 وما تبعها من زيارات رسمية لاحقة أشارت إلى دعم مملكة البحرين المستمر للمبادرة الروسية للأمن في الخليج ولأنه ثم تتطابق في مواقف البلدين اتجاه أغلب القضايا الإقليمية فإن تعزيز العلاقات مع موسكو أصبح أمرا مهما جدا في ضوء مواقفها ورؤيتها السياسية والاستراتيجية لحل الأزمة السورية والأزمة اليمنية وتأثيرها القوي على بعض أطراف النزاع إضافة إلى الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله كما أن للجانب الاقتصادي نصيبا كبيرا فيما يجمع الجمهورية الروسية ومملكة البحرين من علاقات إذ يتجلى ذلك في سعي البحرين إلى إقامة تعاون اقتصادي روسي بحريني استراتيجي يقوم على أساس التعاون مع شركة غاز بروم الروسية لضمان تصدير الغاز الروسي إلى البحرين لاستمرار خطط التنمية في البلاد إضافة إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين ولهذا فإن زيارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة المرتقبة إلى جمهورية روسيا الاتحادية تمثل استكمالا لما بدأه البلدان في إطار المحافظة على العلاقات المبنية على التفاهم والتطابق في وجهات النظر حيال مختلف القضايا سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر